اهلا بيكو في فيديو جديد لفيلم جديد فيلمنا النهاردة مغامرة واكشن وخيال علمي اسمه ترول او غول الجبل قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو وبنعمله الفيلم بيبدأ بمن تسمها نورة كانت بتتسلق الجبل مع باباها ولما بيوصلوا القمة بعدما كانت هتوع اكتر من مرة اخيرا بتعرف نورة انها تحصل باباها وبيوعدوا على قمة الجبل ويتفرجوا على الطبيعة والجبال من حواليهم وكان وصدهم مجموعة قمم جبال الغول ساعتها باباها بيفكرها بقصة خيالية كان على طول بيحكيها له ويصغيرها عن غيلان الجبل وانها لو دقاية النظر في قمم الجبال دي هتعرف تشوفهم كويس بس نورة ما كانتش عاوزة يكمل لها القصة بتاعتهم لانها ما بقتش تصدق في القصص الخيالية خصوصا القصة دي فباباها بيحكي لها ان زمان في الاساطير مجموعة من الغيلان اللي كانوا بيحتفلوا في ليل وينسوا نفسهم وما اخدوش بالهم من الوقت لغاية ما النهار طلع عليهم وللنوقت ضعفوا نور الشمس اول ما الشمس بتشرق عليهم بيتحاولوا لتماثيل صخرية ويتجمدوا في الجبل وبيقولوا نورة انها لو ومضت عينيها وبصت تاني على الجبل بقلبها قبل عينيها هتعرف تشوفهم بوضوح ولما نورة بتعمل اللي باباها الليها عليه وتبص على الجبل بتتفاجئ انها فعلا شافت وشوش عدد كبير من الغيلان على قمم الجبل وعشان كده اتسمى بقمم جبال الغول وبعد 20 سنة كانت نورة بقى تعليمت حفريات كبيرة وكانت في موقع تنقيب عن حفريات ديناصور في الشاطئ في شمال غرب النرويج وكان الفريق بتاعها بينقبوا في الموقع ده بقى لهم 6 شهور ولانهم لسه من ايوش اي حاجة كانت الجامعة اللي بيتمولهم بدأت تهددهم بسحب التمويل وعمل زميلها كان هو اللي بيعرف يتصرف ويطلع كل شوها بحجة شكلة علشان يدي النفسهم فرصة انهم يلاقوا اللي بيدوروا عليه وفي الوقت اللي كان بيبلغ نورة انهم خلاص هيفيلوا المشروع نورة بتحايل مستحيلة وبتنجح في نفس الديها في انها تكتشف حفريات ديناصور لانها كانت متأكدة انها عندها حق والمكان فيه بقاية ديناصورات في الوقت ده كانت عمليات الانشاة في جبل دوفر شغالة وكانوا بيحفروا في الجبل نفق سكة حديد وعادة كبير من الناس من الجمعين وعملين مظاهرة مش عاوزين حد يحفر في الجبل وفجأة اول من العمال بيفجروا جزء في النفق ويتقولوا يكملوا شغل بيتفاجئوا بوحش ضخم خرج مرة واحدة من بطن الجبل وهاجم على الكل وقت العدد كبير جدا وخرج بسرعة من النفق وبننتيل بعدها بكم ساعة لمقر عمليات القوات المسلحة النروجية واللي كانت وصلتهم انباء عن زنزال شديد حصل في دوفر وبيشكوا ان الموضوع فيه هجمة ارهابية وبيبدأ الجيش يتحرك واول حاجة بيعملوها بيبعثوا طيران حربي على موقع الزنزال واول ما بيشوفوا الوضع على الطبيعة بينقولوا الصور للمقر ويبلغوا رئيسة الوزراء في اسرع وقت والموضوع بيتحول لقضية امن وطني في نص ساعة من ساعة ما حصل الانفجار في الجبل الغريب في الموضوع ان كان فيه اثار اقدام عملاقة على الارض من الجبل اللي حصل فيه الانفجار لغاية النهر بس محدش بياخد باله انها اثار اقدام او بمعنى صح محدش كان عايز يصدق ان فيه حيوان عملاق تحرر وممكن يكون بيهدد امن البلد ورئيسة الوزراء بتطلب من السكرتير بتاعها انه يجب لها احسن علماء ومتخصصين في الموضوع ده علشان يعرفوا سببه وبعدها بيروح لنورة واحد من الجيش بهليكوبتر وياخدها على مقر العمليات ولما بتوصل بيستقبلها اندرياس مستشار رئيسة الوزراء وبيقولها ان العملية اللي جابوها عشانها بالسرعة دي سرية جدا وساعة نورة بتتعصب عليهم وبتقولوا انهم جابوها بالسرعة دي ومش عاوز يفعيمها حتى السبب وبتلاقي نفسها فقاة الاجتماعات قبل ما تخلص جملتها والوزراء كلهم موجودين فبعد ما بتتمالك الموقف وتقعد معاهم وتشوفوا التسجيلات والصور للموقع بتستغرب ان كل الموجودين شايفين ان الاثار اللي في الارض هبوط ارضي مع انها في الحقيقة واضح جدا انها اثار اقدام وساعتها بتدخل سيغفرية واحدة من الشغالين في المقر ومعها اللابتوب وبتعرض لهم مقطع فيديو صور واحد من المتظاهرين اللي كانوا عند الجبل وقت الحادث وبيشوفوا العملاق اللي الزهر في الفيديو في الوقت ده فقريت لاشا اتنين كانوا ببيتهم عادي لما بيحسوا فجأة بزلزال وصوت عواء غريب جدا فبسرعة بينزلوا يستخبوا في البدروم وعلى ما الدنيا بتهدى بيطلعوا تاني وبتفاجئوا ان بيتهم اتدمر حرفيا وما بقاش موجود اصلا وفي مقر العمليات بيعرفوا بالله حصل فلاشا ونورة هي واندرياز بيروحوا على هناك على طول وبيقابلوا الرقيب كريس والعيلة اللي بيتهم اتدمر دول بيقولوا لها اللي حصل ونورة بتتماشى في المكان تدور على اي دليل يوصلها او يعرفها اي الحيوان اللي ممكن يكون عمل كده بس مش بتعرف كل اللي بتلاقيه اثار اقدامه بس ولما بتتتبعها بتلاقيها انتهت عند الجبل من غير ما تلاقيه حاجة وده بيخليها تستغرب ان حيوان عملاق بالشكل ده اختفى من غير اثر وساعتها نورة مش بتعرف تفكر غير في ابوها ان الوحيد اللي هيقدر يساعدها فبتروحه على طول وبيقابلهم بالمندقية لانه ما كانش عارفها ما شافهاش من سنين ده غير انه عايش لوحده وبتجيله تهديدات كتير بسبب شغله والحكومة سجنته قبل كده بسبب ابحاثه وكلامه عن الغيلان المهم انه نورة بتوري الفيديوهات وتطلب منه انه يروح معها يحل اللغزه ده سوا وفعلا باباها بيوافق بعدها بيروحوا لاشا علشان يدوروا في المكان اللي انتهت فيه الاثار ولما بيراجعوا الخريطة بيلاء انها مختلف عن الواقع بكتير وانه في صخرة كبيرة مزهرة في الخريطة اصلا وساعتها فجأة بيلاي وراء عين ضخمة بتفتح واحدة واحدة والصخرة اللي كانت وراء بتتحرك فجأة وبتطلع انها غول ضخمة جدا كانت هتقتلهم لولا انهم هربوا بسرعة وطاروا بالطيارة ورجعوا مقار العمليات بس لما بيقولوا المسؤولين كلمة غول جبلي بس بيتردوهم من المقر ويعزلوهم من المهمة علشان الجيش هو اللي يتحرك دلوقتي ويهجموا الغول ونورة بتتخانق مع باباها علشان جايوا الكلام واساطير وخرافات بس هو بيأكد لها انه صح وانهم لازم يتعاملوا بطريقة مختلفة لان خطة الجيش مش هتنجح ابدا في التغلب عليه ولازم يتصرفوا ويتواصلوا مع الغول بنفسهم المرة دي نورة بتسمع كلام باباها وبتقرر انها تجرب طريقته وبتتفق مع كريس انه يروح معهم في المهمة العسكرية ضد الغول برغم انهم ما لهمش صفة دلوقتي والجيش طردهم وكريس بيوافق بعد اصرار نورة وبيأكد عليهم انهم ينفزوا الاوامر لان لو تعرف انه خالف القواعد واخدهم المهمة هيخسر وظيفته بس والد نورة بيطمنه وبيقوله انه هيكون ميت قبل الفجر فما فيش حاجة يخاف ولا يقلع منها غير كده لو ساب الغول ده يوصل للعاصمة الوضع هيكون صعب جدا وبعدها بيروحوا على غابات هيدال وبينصبوا فخ للغول ويستنوا يوصل وعول ما بيرمحوا جاي من بعيد بيهجموا واضربوا عليه صواريخ وقزائف مدفعية بس كل ده كان في الفاضي وهو مش بيتأثر بولا صاروخ جنب نورة وابوها واندرياس ومرة واحدة الغول بيهاجم الجند المصاب ويختف ويكله وبيفهموا وقتها انه بيتجذب لريحة الدم ساعتها والد نورة بيقرب من الغول ويحاول يهديه والغريب ان الغول شكله كان بيتواصل معاه وفهمه وما هجموش ولا حاجة وفي اللحظة دي كان فيه ده بابة رجع التهاجم الغول فهو بيلف علشان يدمرها وبيروحوا خابة وارد نور برجله من غير قصد مطيره ويوع بعيد بعد ما بيتصاب اصابة خطيرة بيموت في وقتها على طول بس بعد ما كان قال لنورة تلك كلمات الملك القصر البيت ونورة من صدمتها ما كانتش مستوعبة اللي حصل وتاني يوم الصبح كانت بتفكر وبتحاول تفهم اللغز اللي سابه لها ابوها ده ويقصد ايه بالتلك كلمات دول وقتها اندرياس بيلفت نظرها ان في الاسطورة كانت الغيلان بتتحرك بالليل بس ونوضوع الشمس كان بيحاولهم لحجر وصخور فبتراجع الاساطير القديمة وتعرف ان كلامه صحي فعلا انهم يستخدموا الاجراس العملاقة علشان يجذبوه بعيد عن المدينة لما بيعرفوا من الحكايات القديمة ان صوت الاجراس بيضايقوا وبعد ما بيقنونوا سلطات الجيش بخطتهم بيبدأوا في تنفذها وبيروحوا بطيرات اللي كوبتر متعلقة فيها اجراس ضخمة للمدينة اللي كان وصل لها الغول وفي الوقت ده كان فيه منتزى قريب من الجبل ناس كتيرة بيستمتعوا بوقتهم عائلات واطفال في كل مكان وفي اللحظة اللي بيظهر لهم فيها الغول بس المفاجأة ان الغول بيلحق الطيارة وابعدها بعيد وينقذ الولد الصغير ونورة اللي ما بتشوف الموقف ده بتتفاجئ وتعرف ان باباها كان عنده حق في كل حاجة وان الغلام فعلا كان الكائنات متطورة مش مجرد وحوش بتهاجم اي حاجة في سكتها وخلاص وبعد فشل مهميتهم كان الغول رجع في طريقه التاني واختفى في الوادي وفي مقر عمليات الجيش نورة بتتكلم مع رئيسة الوزراء بتحاول انها تقناع تديهم فرصة تانية علشان يتصرفوا مع الغول بس رئيسة الوزراء بتخليها تسيب المقر وتسيبهم هم يتصرفوا مع انها كانت هي الوحيدة المتفائلة بيها وعينتها للمهمة دي بس الخسار اللي عملها تزيد ومفيش حاجة نفع في السيطرة على الغول اجبرتها ان يكون فيه تفكير في خطة جديدة وبعد ما نورة بتسيب المقر رئيسة الوزراء بتجتمع مع وزير الدفاع والمسؤولين الباقيين وبتفقوا انهم يخلوا المدينة ويعلنوا حالة الطور علشان يرموا على الغول قنبلة نووية لان في اعتقادهم من ما فيش حل تاني غير كده ينهي المسألة دي اندرياس كان موجود ساعتها في الاجتماع ده وبيحاول ان يقول رأيه وانها تكون غلطة كبيرة جدا لو قاموا بالخطوة دي بس رئيسة الوزراء بتطردوا ساعتها من الاجتماع فبيروح مستقيل من وظيفته وماشي وبعد ما كان سبلها الكرت الزكي بتاعه اللي بيستخدمه في دخوله المقر ومشي بيرجع ياخده تاني عشان يفتح الباب بعدها بيلحق نورة قبل ما تخرج من المقر وياخدها ويمشو علشان يفقروا في خطة جديدة قبل ما الضربة الجوية تم في الوقت اللي كانت رئيسة الوزراء بتقول بان هام بتقول في الحقيقة للشعب وان الصور والفيديوهات المتدولة للغول دي حقيقية جدا وانهم بيحاولوا سيطرة على الازمة دي وعشان ما يحصلش اي خسائر بشرية جديدة بتعلن حالة الطوارئ وتؤمر باخلاء المدينة في اسرع وقت وفعلا الجيش بيبدأ في اخلاء المدينة ونقل الناس ونورة وقتها وهي بتقلب في دفتر ملاحظاتها بتشوف اسم سيندينج وان ابوها كان بيقول عليه انه حامل بوابة واول ما اندرياز بيسمع الاسم بيقول لها ان ده ريكارد سيندينج كبير امناء الاصر الملكي وساعة نورة بتفهم كل كل كلام ابوها قبل ما يموت وان الاصر اللي كان يقصده هو الاصر الملكي وان الغول رايح على هناك ويقابلهم ويدخلهم كمان وزي ما يكون كان متوقع ان حدها هيجي بس ما كانش فاكر ان اللي هتيجي تبقى بنت توبياس وقتها سيندينج بيحكي لها انه كان بيحترم والدها كتير جدا ومصدق كل الكلام اللي كان بيقوله وانها مش مجرد اساطير لانه شاب يعنيه وبياخدهم جوه الاصر اللي قد ما بيدخلوا النفق سري تحت الاصر وبيقولهم ان اللي دخلوا المكان ده وشافوه يتعدوا على اصابع اليد ومحدش يعرب بيه غيرهم ولا يقدروا يقولوا كلمة عنه وبتتفاجئ نورة هي واندرياس ان النافق ده بيوصل لساحة قصر الغيلان وان الناس زمان كانوا فاكرين انها علامة حظ حلو لما يبنوا اصر فوق اصر او بيت مالك تاني وعشان كده بنوا الاصر الملكي هنا فوق اصر المالك الغيلان وبتتصدم نورة من انه شافته وان المكان ده تم بيكتشافه في القرن العشرين واللي عارب بيه كان توبياس والد نورة وعشان كده حباسوه دخلوا مستشفى الامراض العقلية واتهموا بالجنون علشان كان هنشر السر ويثبت ان كل كلامه صح وسين دينج بيقولها ان زمان في القرون الوسطى كان في واحد اسمه قولاب بيضمر ويقتل اي حاجة غريبة او مش متمشي مع البشر في الوقت ده يعني الغيلان مثلا كان بيشوفوا النوم محوش ماينفعش النوم يعيشوا معهم على نفس الارض وعشان كده كانوا نصبوا الغيلان فخ وعرضهم كلهم لنور الشمس وسبوهم يموتوا بس سابوا واحد منهم بس كان طعم بيستخدموه اللي باية عيلة الغيلان واخدوه حباسوه في الجبل وسبوه يموت وبعد السنين دي كلها خرج الغول الوحيد من الجبل بسبب البشر لزمان هم برضو اللي حباسوه وبتفهم نورة انه بيحاول يرجع بيته بس وبتلاحس كمان اول ما بتصلك كشاف الاشعة تحت الحمراء على عظام الغيلان انها بتتدمر اول ما بتتعرض لضوء وقتها بيجي لها فكرة انهم ياخدوا جنجومة واحد من الغيلان دي واستدرجوا بيها الغول بعيد عن الاصر وفعلا بمساعدة حراس الاصر بيدخولوا يشيلوا معهم واحدة من الجماجم الضخمة ويحطوها على العربية وتخرج بيها نورة واندرياس لسه اعتقد خلاص الدربة الجوية هتتنفذ فاندرياس بيكلم سانغي فريد وبيطلب منها انها تهكر سيستم الطيارة وتمنعها من اطلاق السواريخ وبعد شوية محاولاته الوقت بيعدي كان خلاص الطيار بيدوس على زر الاطلاق بيتفاجئ انه فقد السيطرة على نظام الصاروخ ومش بيعرف يتحكم فيه وبتفشل المهمة في الوقت اللي كانت نورة كلمت كريس واتفقت معها على الخطة الجديدة وبتقوله على المكان اللي هيستدرجوا الغول له وبعدها بتنجح في جازب انتباه الغول وبيطاردها اول ما بيشوف جمجوم تحدي من عيلته ويشمر عيتها واول ما الغول بيشوفها بيتجنن وبيطاردها بسرعة وكريس بيشجع زمائله من الجنود علشان يكونوا مستعدين للجاي اما نورة واندرياز بيوقعوا الجمجومة ويسيبوا الغول على الطريق هو بياخدها ويبكي بس بيشوف انعكاسه في إزاز المبنى وبفتكر ان في غول تاني غيره لبيحاول يلمسه وساعتها الإزاز بتكسر فوبيخافوا الجمجومة بتاع من ايده تتكسر وفي اللحظة دي بيتجنن وبيغضب جدا وبيطارد نورة وهو بيضمر في المدينة كلها في سكته وبتستدرجه للملعب اللي كريس وجنوده مستنين فيه وفي المقر وقتها كانوا بيحاولوا يستعيدوا السيطرة على الطيارة لغاية ما واحد من المسؤولين بياخد باله ان السيغ فريد هي المهكراها فبياخد منها اللابتوب ويلغي كل اللي كانت بتعمله ويدو الأمر للطيار من تاني انه يرمي القنبلة على الغول والغول كان وصل للملعب وبيتمكن من عربية نورة وبيطبقها بأبضى واحدة من ايده بس كانت نورة واندرياز وقعوا منها وفي الوقت اللي كان الغول خلاص هيدوس على نورة ويتي لها الجنود بيلفتوا نظروا ويشتتوا لغاية ما هي بتبعد من تحت رجله وفي سواني كان الجنود الجمعوا حواليه في دايرة واجهوا الكشفات العملاقة اللي في العربيات اللي كانوا مجاهزينها بناء على طلب نورة وهو ما بياخدوا الاشارة بيشغلوا الكشفات وصلتوها عليه والمرة دي الخطة بتنجح والغول بيتجمد مكانه والطيار كان هينفز الهجمه ويرم القنبلة على الغول بس بيطلب الاذن من القيادة بعد ما شاف عدك كبير من الجنود حواليه والمسؤول اللي اخد من سيغ فريدي اللاب توب كان عمال يزعق وخلاص هيدي الدقل اخضر له لان سيغ فريدي اتصرفت بسرعة وخبطته لكما في وشه اغمى عليه والمهمة تلغت ونورة لما بتلاقي الغول بيصرخ من شدة القلم لانه الدقل كان بيزيه وبيموته نورة بترجع في كلامها وتجري تفصل الكابل من المحول والكشفات كلها بتنطفي تاني وبتقرب من الغول وتقوله يرجع الجبل تاني وهم مش هيترضوه هيسيبوه يعيش في السلام بس يمشي من هنا وما يرجعش المدينة تاني بس في اللحظة دي الشمس بتشرق والغول بتعرض للضوء المباشر للشمس وبيبدأ يتحجر ويوع على الارض ميت ونورة برغم انتصارهم اللي انها كانت حزينة على نهاية الغول بشكل ده وشوية وبتيجي رئيسة الوزراء والمسؤولين كلهم والاعلام والصحافة يغطوا الحدث ده ورئيسة الوزراء بتشكر نورة بعد ما اعترفت لها انها هي اللي كان عندها حق واندرياس بيقرر ان يسيب شغله في الحكومة ويبقى كاتب زي ما كان بيأحلم وفي اخر مشهب بنشوف النفق اللي خرج من الغول ده زلزال جديد وصوت غول تاني وان ده ما كانش اخر غول زي ما كانوا فاكرين وكده يخلص في الميناء النهاردة لو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعالوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بناملوا ولو نفسقوا اللخص افلام معينة انتم بتحبوها اكتبوا عنا في الكومنتات واحنا هنعملها والحد الفيديو الجاي سلام